سبحان الله شوفي كان واحد تفصيل مهم جدا أنه رئيس الجمهورية وهو يصلي في الجامعة ووضع سجادة أخرى فوق السجادة الجامعة لأن الإجراءات الوقائية التي أقرها في الجوامع أن كل مصلي يجيب سجادة تاعه فكأنه قيمة الانسجام مع التعليمات التي أعطيت للمصليين بأن يستصحبوا السجاد الخاص بهم سبحان الله هذا تفصيل مهم جدا ولكنه قوي في رمزيته وفي دلالته لأنه رسالة ورئيس الجمهورية ولكن التزم بالإجراءات البقائية الصلاة بالقناع الواقي ثم الصلاة فوق السجادة الخاص ومش صلاة فوق الزربية الجامعة رغم أنه لم يستعمل واحد ما استعمله قبل لنخشى العدوى ولكن مهم جدا هذا العام هي رسالة وهذه الرسالة مهمة جدا يوجهها رئيس الجمهورية إلى كل المواطنين والمصليين وللحمد لله رهم ملتزمين بهذه الإجراءات الوقائية في كل المساجد التي فتحت إلى حد الساعة أكيد أنه رئيس الجمهورية الآن يؤدي تحية المسجد من داخل قاعة الصلاة نعم رأى في قاعة الصلاة رأى مقابل المحراب رأى الأمام والمحراب والمنبر يعني رأى في وسط قاعة الصلاة يعني في الأمام رأى في المقدمة لأنه قاعة الصلاة كبيرة جدا تساعى الحمد لله أكثر من 36 ألف مصلي فالرئيس الجمهورية رأى يصلي مقابل المحراب بتاع الجامعة نرى تلك الأعمدة الضخمة نعم وهي أعمدة وظيفية هي الأعمدة وظيفية فيها تقدم التهوية تقدم التسخين وتقدم أيضا الصوت الذي ينبعث من المسجد جميل فهذه الأعمدة ليست صحيح فيها تحميل الجامعة ولكن أيضا فيها خدمات وعندها دور وظيفي آخر وعندها دور وظيفي آخر أراها تقدم نرى تلك الفتحات طبعا أكيد للتهوية هذه الفتحات للتهوية أيضا وللتسخين أيضا فهي للاستعمال مزدوج بالنظر إلى الطقس الذي يسود في الوقت الذي يستعمل فيه المسجد طبعا نرى ذلك التناسق في الألوان لصقاعة صحيح طبعا معروف العمارة الإسلامية أنه اللون الأزرق اللون